السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدينا المخطط الاستثنائي دارة الوزارة لتنظيم تمدرس التلاميذ في المتوسطات خلال السنة الدراسية 2021-2022 تشكيل الأفواج الفرعية لا بد منه كل قسم سنقسم على 2 هذا المخطط الاستثنائي النقطة ثانية هي تقسيم عدد التلاميذ المستوى الواحد إلى أفواج فرعية كما كان العمل يفت النقطة الثالثة عدم اعتماد نظام تفويج في حالة وجود أفواج فرعية يقل عدد تلاميذ فيها 25 تلميذ هنا لا يقسم 25 تلميذ 12 تلميذ هنا لا يقسم كل قسم يتقسم إلى فوجين يتنوبوا صباحا ومساء كما العام السابق عدم تفويج الفرعي الواحد معناها إذا كان نقسم فيها 40 سيقولوا فوجين 20-20 بطبيعة الحال فوج نتقسم في الأعمال التطبيقية بدأت الحصة التعلمية ساعة استغلال خمس أيام في الأسبوع لحد الاثنين ثلاثة لاربعة وخميس يعني سبتمكش دراسة تنظيم اليوم الدراسي في فترتين فترة صباحية ربعة ساعات من الثمانية حتى الثناش من الثامنة إلى الثانية عشر والفترة المسائية كذلك ربعة ساعات من الواحدة إلى الخامسة فترة الصباح يقرأ وفترة الصباح يقرأ في هذا الجدول أيام الأسبوع من الأحد إلى الخامس والتلاميذ يقرأ بالتنوب مثلا الأحد صباحا يبدأ الفوج الأول يقرأ خمس أيام في الأسبوع صباحا ومساءا الأحد المقبل يبدأ مساءا يعني يكمل عام السابق كيف كان هناك حاجة تبدلت هنا الأستاذ عنده الحق في ساعة واحدة يفطر فيها يريح فيها يدبرسه وشه يدير فيها أخيرا كل فوج يقرأ في القسم التاعوي يعني ما يبدلش القسم التاعوي غاللك ماذا بيكم كاش الأقسام متنقلة لجل عدوى و لجل كورونا هذه هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته